السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غالياتي اللي ادخلت القناتي نقلكم اهلا وسهلا بكم نورتوني ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله غالياتي واليوم وصفتنا بزف بزف وصفة رائعة واقتصادية في نفس الوقت هذه الوصفة على بلي كامل ان شاء الله رحين تقدروا تديروها ولا تشفوا على هاد الملتعظ فيرا اتجبدوه وخدمو به بطريقة جديدة ماشي كما كنا نخدمو به من قبل ونبدأوا بسم الله غالياتي في وصفتنا البسيطة وجي رائعة في نفس الوقت عندي زوج حبات تعالبيض كاملين بدرجة حارة الغرفة مع عكاس إلا ربع تعال سكر ناعم الآن نخلط البيض مع السكر الناعم هاد الوصفة يربنا تجي بنينة بنينة شكل وذوق من أروع ما يكون حبيتكم كامل جربوها كيما وما الفين تفرحوني بتعليقاتكم وانا دايما نقول لكم حبيباتي وانتم تشوفوا في اي فيديو وفيديوهاتي اذا حبيتوا تحطوا اليجام هاد الامري يساعدني ما حبيتوش خذوا راحتكم غالياتي المهم تستمتعون توم من الوصفة خلط السكر مع البيض من بعد جبت كاس ناقص اصبع تعزيت ثاني وريته لكم هرايح نحط الزيت بالعقل ونخلط ناقص موال ثلث خطرات ولا اربعة هاد الزيت خلاص هنا هاني حطيته كامل بتخافوش كامل يا ربنت من هاد العجينة تعزيت هاد العجينة تعزيت هاد العجينة تعزيت هاد العجينة رائعة رائعة والله يجي تشبه العجينة على المارغارين ولا احسن قدرت هنا زوج مالعق صغار تعالفاني باش نعطر هاد العجينة رشة تعمل حضاروريه في قطو الزيت من بعد هدا رايح نحط زوج كيسان تع ميزينة هذا الكاس اللولاني وهذا الثاني ما تخافوش من الميزينة البنات تعطي نتيجة رائعة عندي كيس تخميرة الحلويات شوفوا البنات هنا يا رايح ننحي منه ملعقة راكو تشوفوا ها ملعقة ممسوحة ننحيها والباقي اللي في الباكيت على الخميرة نحطوه كامل والملعقة هذي نرجحها وخطر اخرى نخدم بها وصفها واحد اخرى ونخلط هذي كل الميزينة ما نكثروش بزاف التخلاط يعني دايما نحطو الفارينة او لا ميزينة نخلطو غير شوية شوية باش العجينة ما تولي لكم ش تتكسل ولو انو هاد العجينة يربنات خدموها وانتوما مضمنين عجينة رائعة انا رايح نحي هاد الخلاط اليدوي ونبدأ نجمع بالفارينة عندي الكس اللولاني تعال الفارينة رايح نحطوه كامل تقعد لي العجينة طرية رايح نزيد نجيب الكس الثاني وثاني البنت نحط على مراحل دايما ما تزربوش في الفارينة البنت باش ما تيبسوش العجينة هذا الكس الثاني نحطو في نفس الوقت رايح نجمع تقريبا بقالي ملكس الثاني هذا شوي يا برك انتوما احطو بالعقل وشوفو انا خلاص البنت هنا رايح نطم العجينة مليح اكيد من عجنهاش اللمها فقط ونوري لكم شحال بقالي ملكس تعلفارينة ها بليك بقالي واحد الملعقة كبيرة هكذاك وشوفو لي العجينة عجينة رائعة تقدروا تخدموا بيها وش تحبوه يا البنات وراح نجوزو باش نشكلوها عندي هاد الملتعظ فيرا البنات كامل على بلي بلي عندكم مكاش لي ما شرحش هذاك العام رايح نخدمو بيه وصوا بطريقة واحد اخرى عندي ميزينة وعندي شوية عماء ارايح نشد شوية عجينة حوالي لبنات 27 غرام اللي تحب توزن نحطها على طاولة العمل نفتحها كي نفتحها لبنات هاكذا نروح نرشها بشوية عميزينة هاكذا باش ما تلسق ليش ووالا من بعد نحطوها لداخل هاد طابع بالنسبة لبنات لي ما عندهمش الميزان باش يوزنوا العجينة وقلكم حسبو تلتاشن واحدة واني ورلكم في هادو السنينة تا هاد طابع تلتاشن واحدة شوفو كي نلحق تلتاشن قطعها ها ويلا وزنتو رح نجوكم كامل كيف كيف انا عطيتكم بالميزان وبلا ميزان ونجي نخبطها غير شوية رايح تنفتح وتتنحى شوفو لي شكل تحاج حالي جيش باب انا رايح نديرهم شكل اساور رايح ندير قطرة بركتعمة باش نغلق بيها الحواف بعد رايحة متبن ليش كامل لبنات هاكذا ونحطها في سنيمة نزيد معاكم حبة واحدة اخرى نفتح العجينة بالطول ندير لها شوية ميزينة نديجة كان عندي الميزينة على طاويلة العمل ما حبيتش نزيد ونحطها هنا قوت لكم لي حبت توزن توزن وزن سبعة وشين غرام اللي حبت ما توزنش تعمر هذوك السنينة تقس تلتاشن واحدة ولا فوق تلتاشن نقطعوه بعد هنا الاخرين كملتهم بالميزان هنا وريتلكم اللي ما عندهاش الميزان الاخرين وزنتهم يعني سبعة وشين غرام ودرتهم هكا بالطول ودخلتهم في الطابع وخرجت الشكل يجوني كامل كيف كيف ما يكونش عندي هذك الزائد اللي نحيته نغلق بشوية تعمى ونحطها في سنيوة سندخلها البنات على فورن ساخن على 180 درجة تتحمر اللي من تحتها والطيب نشعلها من الفوق تنشف فقط ونطفي عليها ونرجعوا بس نكملوا التزيين هاولي كلي قطوا البنات شوفوا اللي يجي على حبة شباب بزاف شوفوا هنا بلا تزيين ويبن بالي شباب من تحت محمر ومن فوق حاجة في فابرك بالنسبة للتزيين عندي موربة عمشماش وعندي لانواة كوكو سنحط شوية معجون هكذا نزيد نغلقها بحبة واحد اخرى مع الاطراف ثاني سنزيد لها موربة عمشماش وبالنسبة للانواة كوكو لما في نسق سوني يقولوا لي ما جينا الشابة نقولكم غربلوها هذيك الرقيقة خلوها ديروا بها حاجة واحد اخرى ولي تقعد في الصيار خشينة شوية ولا في الصفاية هذيك خدموا بها التزيين هكذا باش تجي شابة وإلا ستوا هذيك لانواة كوكو الشابة لي جي خشينة هي البنات لانواة كوكو قد ما تكون خشينة ما انتهى شابة نزيد معاكم حبة واحد اخرى بالنسبة لي ما عنداش هنايا الموربة عمشماش تقدر تدير شوكولة تذوب شوية تح شوكولة وتديرها في الوسط وتغلق بيها ومع الاطراف ثاني تقدر تدير شوكولة مع الكوكو وتقدر تدير القوفريد كل واحدة تدير واش تحب ستقوني يا البنات هذي القاطو تعزيت يجي رائع 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 يجي بزف بزف شباب تقدر تخدموا به اي حاجة اي موديل عندكم في رسانكم تعقاطو اخدموه مامي ينطبع يجي هايل ولا البنات انا كملتهم كامل بنفس الطريقة رايحا نحطهم لكم في صحن التقديم بهذا الطريقة ونوريه لكم شوفوا لي البنات شحال يجي الشباب اساور من اروع ما يكون على بلي هذك الطابع كامل عندكم بصح ملينة يعني كيجي هكاك بالطول تديروه بهذا الطريقة بزف بزف رائع يا البنات يعني شكل وذوق اكيد رايحا نقسم لكم بش شوفوا كيفاش يجي يعني يكونوا مهنين هاد العجينة هايلة شوفوا لي كي نقسمها راي تهدر على روحها شوفوا نزيد كامل نقسمها لكم يعني نقسم لكم هاد النص كامل بش شوفوه شوفوها باينة باينة بلي وصفة ناجحة 100% هذي هي غاليتي وصفتنا لنهار اليوم اتمنى من كل قلبي انها تعجبكم اكيد اكيد دايما نقولكم اذا عجبتكم اي وصفة من وصفاتي احبيتوا تحطو لي جامل الفيديو اشتراك في القناة هاد الامر يسعدني يعني باينا انا قناتي نحب يكونوا فيها بزف مشتركين واكيد لا حبيتوا تحطو لي جامل هاد الامر نخليه لكم تحبو تبارتجوا الوصفة مع العائلة والاصديقة على مواقع التواصل الاجتماعي ليتحب الحلبية السهلة البسيطة ابحثي لها هاد الفيديو قولي لها شوفي هاد الوصفة الشابة السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاتوا غالياتي في فيديو جاي ان شاء الله ما تنسونيش حبيباتي باش تبارتجوا الفيديو وتجربوا الوصفة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة